بسم الله الرحمن الرحيم كل واحد يتابعنا ويشاركنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام يدخل ويجاوب على هذا السؤال توقعاتكم للتشكيل اللي ممكن يبدأ بالأهل في مباراة الغد أمام سوني ديب بطل النيجر في زهاب دور الـ 32 لدور أبطال إفرق في ختام الحالة هنستعرض أكبر قدر ممكن من المشاركات وإجابات كل المشاهدين والمشاركين معنا في توقعاتكم لتشكيل الأهل وبداية المشاركة الإفريقية حملة الدفاع للقب الإفريقي لكن سريعا ندخل فيه عنوين حلقة النهاردة وعندنا ثلاثة عنوين لسلاثة تفاصيل وسلاثة تريندات مهمة في حلقة النهاردة في تريند الأهلي الفريق يختتم تدريباته استعداداً لبداية مشوار العشرة وفي التريند المحلي تعديل مواعيد القيد وزيادة قوائم الأندية وفي التريند العالمي ليفربول يقطع الطريق أمام رحيل صلاح أهلا بحضراتكم من جديد وقبل الدخول في تفاصيل الحلقة وجدول مباريات اليوم عندي رسالة مهمة جداً لجمهور النادي الأهلي الكبير في كل مكان طبعاً بالأمس كان آخر يوم في التصويت على جائزة جلوب سكر الجائزة اللي بالتأكيد ده مجلس دبي الرياضي بنظمها كل سنة جائزة كبيرة جائزة مش بيتواجد فيها غير أكبر الأندية العالمية طبعاً الناس كلها كانت بتتمنى والكل كان بيشارك في التصويت والفوتينج على أن النادي الأهلي يكون بتصويت الجمهور رقم واحد بيتفوق على ريا المدريد وعلى برشلونا وبايرن ميونيخ لكن بالطبع فيه أمور ممكن يكون لها علاقة بالرعاة بوجود أندية كبيرة في هذه الجائزة فالجمهور من المبارح حسيت أنه زي ما يكون فيه رسالة إحباط أو الناس زعلانة أو بعض الكتابة الإلكترونية عايزة تصدر رسالة أن النادي الأهلي مفاس بالجائزة على فكرة أكبر جائزة لجمهور النادي الأهلي وحتى للمنظمين والقائمين على تنظيم هذا الحفل أن النادي الأهلي بيشارك في هذا الحدث الكبير وجائزة كبيرة جداً لجماهير النادي الأهلي أن النادي الأهلي واسم النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي موجودة ضمن أكبر ثلاثة أندية أو ضمن أكبر أربع أندية موجودة على مستوى العالم شوفوا المنافسة لغاية الساعات الأخيرة أنت بتنفس نادي ريال مدريد آه أنت في المركز الثاني بس خد بالك برضو أنت موجود ما بين مين أنت موجود ما بين ريال مدريد وبرشلونة وباير ميونيخ بل بالعكس أنت بتتفوق في التصويت على برشلونة وباير ميونيخ ولغاية اللقظات الأخيرة أو الساعات الأخيرة كانت المنافسة محتدمة وقوي جداً ببينك وبين ريال مدريد أنتوا بتتكلموا هنا عن شعبية ومكانة كبيرة جداً لكيان كبير جداً هو النادي الأهلي بنفتخر بوجود اسم النادي الأهلي في أي حدث بينظم على مستوى العالم. جائزة جلوب سكر هي جائزة كبيرة وجائزة بينظمها مجلس دبي الرياضي والعالم كله بينتظر طبعا هذا الإيفنت مع بداية عام أو بداية كل سنة جديدة هيكون الفترة اللي جاية إن شاء الله في نهاية هذا العام الجائزة هتكون موجهة طبعا للأندية. في نسبة بالنسبة لتصويت الجمهور وفي نسبة موجهة بالنسبة للجنة التحكيم لكن في جمال أحوال الرسالة اللي عايزة وجهها الجمهوري النادي الأهلي. آه ممكن تزعل إن الأهلي في المركز التاني لكن في نفس الوقت لازم تكونوا عارفين إن في أمور ممكن تتحكم في اللحظات الأخيرة اللي ممكن يكون مين فائز بالجائزة. أو في جميع الأحوال لازم تكون سعيد ومبسوط إن النادي الأهلي اسمه ومكانته موجودة في هذه الجائزة أو في هذه المكانة ما بين الريال والبايرن وبرشلونة. بتتكلموا عن ريال مدريد أكبر نادي في أوروبا واخد دوري أبطال أوروبا. كاس عالم أندية. برشلونة يعني حدث ولا حرج بتتكلم عن بايرن ميونيخ الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة وهيكون موجود معاك في كاس العالم للأندية. فبالتالي فيه ناس ممكن تكون في مصر بتحاول إن تكون موجودة في المركز الأول لكن دايماً بتكون في المركز التاني لكن إنت هنا وإنت في المركز التاني بالتصويت مين قدامك ريال مدريد ومين بعدك برشلونة وباير ميونيخ. فرسالة الجمهوري الآهلي في الختام ما تزعلوش خالص لأن مكانة الآهلي كبيرة ومكانته متواجدة في هذا الحدث الكبير. مش بالتصويت ولا بالنتيجة لأ مكانة الآهلي موجودة في هذا الحدث الكبير اللي بينظم كل سنة وبالمناسبة كل الصحافة في كل أنحاء العالم مهتمة جداً بهذه الجايزة واسم كبير لما يكون النادي الآهلي أو مكانة كبيرة للأهل لما يكون موجود في جايزة كلوب سكر طيب نستعرض مع بعض بقى مباريات اليوم. النهاردة في مباريات كثيرة وعديدة. انطلاق البطولة الافريقية الكونفدرالية استكمال مباريات الدوري العام وعندنا عدد من المباريات أيضاً كمان في الدوري الاسباني والدوري الاطالي. نبدأ مع بعض مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الافريقية. النهاردة في مباراتين بالتأكيد لطرفي الأندية المصرية المكونين العرب هيلعب مع النجم الساحلي التونسي الساعة السادسة مساء على استاد المؤولين. وفي هذه اللحظات وأنا معكم هل هو مباشرةً أيضاً مباراة الاتحاد الليبي مع بيراميز الساعة الخامسة عصرة أيضاً كمان في مباريات اليوم في الدوري المصري. في هذه اللحظات مباراة امبي وغزل المحلة. الساعة سبعة ونص طلع الجيش هيلعب مع مصر المقص. في أيضاً مباريات كأس المختلفين الانجليزية بريد فورد هيلعب مع نيو كاسل يونيتد الساعة سبعة ونص وأرسنال هيلعب مع منشستر سيتي الساعة العاشرة مساء مباراة قوية وكبيرة جداً. طيب مباراة اليوم في الدوري الأسباني في ست مباراة لكن في مباراتين الساعة ستة ونص فالنسيا مع إشبليا وإليتي هيلعب مع أوساسونا هويسكا هيلعب مع ليفينتي ده الساعة تسعة إلا روب. وأيضاً كمان في نفس التوقيت ريال سوسيداد هيلعب مع أتليتكو مدريد وفي الختام في مباراتين الساعة 11 بلد الوليد مع برشلونة وفياريال هيكون طبعاً صاحب المباراة النهاردة ويستضيف أتليتكو بالبعو أيضاً كمان في الدوري الإيطالي في مباراتين كورتوني هيلعب الساعة سبعة ونص مع بارما ويوفينتوس هيلعب مع فورنتينا الساعة عشرة إلا روب. دي مجموعة من المباراة وبالتأكيد مباراة قوية ومسيرة. طيب النهاردة بالتأكيد صحينا برضو على خبر حزين وخبر صعب بالنسبة لنا. هو وفاة الكابتن محمد دافايز لاعب نادي غزل المحلة السابق والمدير الفن السابق لنادي غزل المحلة. وفاته المنية صباح اليوم. والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ينعون ببالغ الخزن والأسى. الكابتن محمد دافايز لاعب نادي غزل المحلة الذي وفاته المنية اليوم. وبيتقدم بخلص التعازي إلى نادي غزل المحلة وجماهيره دعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون أخرج إلى الفاصل وبعد الفاصل كلام مهم جدا ولكن في فقرة ترند ترند أعلم بحضركم من جديد وفقرة ترند ترند طيب فقرة ترند ترند النهاردة عندنا ثلاث موضوعات أول موضوع متعلق بقرارات اتحاد الكرة واللجنة السلسية قررت اتخذت صباح اليوم في أمور مهمة جدا سواء متعلقة بالقيد أو ببعض الأمور المتعلقة بالنشاط اليومي والدوري العام خلال الفترة القادم طيب في حاجة متعلقة بالقيد كنا اتكلمنا عليه هنا في برنامج الترند منذ حوالي عشرة أيام أو اسبوعين وكنا عملنا جرس انذار لأمر مهم جدا متعلق بالقيد الشتوي نطلع نشوف احنا قلنا ايه بالزبط من حوالي اسبوعين في موضوع القيد والنهاردة اللجنة السلسية اتخذت قرارات مهمة جدا في هذا الشأن هشرح لكم ولكن بعد من تبعوا هذا الفيديو فترة القيد الشتوي للأسف وانا بقول للأسف ما بينقصين اتحاد الكرة لما عمل منشور القيد وده كانت أزمة في القيد الأولاني والحمد لله لما اتكلمنا عن الموضوع ده اتحاد الكرة تدخل وحل الأمر لكن المرة التانية في موعد للقيد الشتوي في المنشور اللي اتبعت للأندية وده موجود على سيستيمتين اس ان القيد من 15 فبراير ل 15 مارس هذا الموعد غير مناسب لأسباب كثيرة اولا لن يتزامن مع موعد القيد الافريقية اللي هتكون في الفترة من 10 يناير ل 31 يناير لن يتزامن مع موعد كأس العالم للأندية لأن كأس العالم للأندية في موعد مبدأي لإرسال القيمة في الأسبوع الأول من شهر يناير فعشان تبعت القيمة في الأسبوع الأول من شهر يناير انت ما عندكش قيد في يناير فهتضطر تبعت القيمة الأولية اللي انت جاهزتها الفترة الحالية عشان تلعب بها كأس العالم الأندية شفتوا الأزمة والمشكلة فين نتيجة أن اتحاد الكورة خد قرار وحط القيد الشتوي في فترة بعيدة عن الترانسفير وعن موعد القيد سواء للاتحاد الإفريقي أو حتى لبطولات كأس العالم الأندية الفترة الجاي أزمة كبيرة لكن نتمنى أن اتحاد الكورة قبل ما ندخل على يناير 2021 يكون خد قرار وأرسل للاتحاد الدولي وعد الموعد القيد لأن تعديل موعد القيد في فترة يناير هيسمح لك انك تضيف صفقات جديدة للقائمة الافريقية وايضا كمان تحضر القائمة المبدئية اللي رايحة كس العالم في قطر 2021 وانت بصفقات جديدة اللي هتضمها في شهر يناير القادم اي حاجة هتحصل غير كده هتبعت القائمة اللي انت خلصتها دلوقتي مش هقول انفراد ولا نقول اي حاجة ده شغلنا الحمد لله بنبقى متابعين وشايفين الامور المتعلقة بالقرى المصرية ولما بنتكلم اه بنتكلم لمصلحة النادي الاهل لكن في نفس الوقت برضو في مصلحة جمعية للقرى المصرية طيب انا لين ما اتكلمت على موعد القيد قلت هنا في ازمة اولا الاتحاد الافريقي عمل القيد الشتوي من 10 يناير ل 31 يناير كس العالم للاندية القيد القائمة المبدئية النادي الاهل لازم يرسلها للاتحاد الدولي بحد اقصى يوم 6 يناير وبالتالي كان لابد من تعديل موعد القيد لان كمان القائمة النهائية اللي انت هتشيل منها بقى اللعيب النهائي عشان القائمة النهائية 23 لعب اخر معاد ترسلها يوم 22 يناير وبالتالي كان لابد من تعديل موعد القيد الشتوي باي حال من الاحوال النهاردة اللجنة السلسية بصراحة البداية مبشرة خدت قرار بتعديل موعد القيد هيبدأ من 1 يناير لغاية 31 يناير 2021 بدلا من الفترة الاولين اللي كانت محددها اللجنة الخماسية من 15 فبراير ل 15 مارس خدوا كمان اجراء مهم جدا وبصراحة محترم لان انت لما تطلب من الاندية ان عدد اللعيبة لو اصيبوا بالكورونا 16 لعيب وبالتالي تلعب المباراة لو معك 14 لعيب فانت القائمة هنا 30 لا اللجنة السلسية ادت مساحة ان القائمة بدل ما بقت 30 بقت 35 زودوا 5 كمان عشان لو لقدر الله في عدد كبير من الاصابات الكورونا في صفوف الفريق تقدر يكون عندك قائمة احتياطية بعدد كبير من اللعيبة وفتحوا باب الاعراض لمواجهة الظروف الاستثنائية بليه تفشي فيروس كورونا كمان اكتفوا في مسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولة الجمهورية هتكون المباراة عبارة عن دوري من دور واحد صرفوا كل المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم 2019-2020 وطلع قرار باقاف سفر جميع الفرق الرياضية للمنتخبات حتى اشعار اخر والاعتذار عن عدم المشاركة في اي بطولة ودية خلال الفترة اللي جاية كمان فيه المفروض تشكيل لجهازين المنتخب موليد 2003-2006 تمت ارجاء هذا التشكيل الى الجلسة اللي جاية بعد دراسة السير الزاتية للمرشحين وتم تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة السلسية في الاجتماع القادم وايضا كمان نظر الاقتراب الاحتفال بماويت الاتحاد المصري خلال عام 2021 تقرر تشكيل لجان خاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بشكل يريق بعراقة وتاريخ الاتحاد المصري وأخيرا تكليف الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذ للاتحاد بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل وطبع المفروض فيه انتخابات على حسب التكليف بس ما عرفش أنا هيكلة اللي هيعملها المدير التنفيذي خلال الاربعين يوم المتبقين لكن عموما بشكل عام يعني دك قرارات اللجنة السلسية واللي كان يهمنا في هذا الموضوع الأمر المتعلق بفترات القيد وللحمد لله احنا كنا اتكلمنا فيه ولا يصح إلا الصحيح طيب بأسة الآلة في النيجر والنهاردة ليلة المباراة المباراة غدا ان شاء الله الساعة 4 بتوقيت القاهرة وبالتأكيد الكل محتاجة تطمن على البعثة والأخبار النهاردة النادي الآلة بيختتم تدريباته استعدادا لمباراة سوني دي ببطل النيجر لكن التدريب الختامي اليوم هيكون على ملعب المركز التقني التابع لاتحاد القرى قدامكم على الشاشة ده التدريب على الملعب اللي ستضيف المباراة غدا لكن طبعا في نفس التوقيت وأنا معاكم في مباراة أخرى بتتلاعي فيه الكنفيدرالية على نفس الملعب فبالتالي تم الاتفاني الأهلي يتمرن على ملعب المباراة البارح والنهاردة الفريب يتمرن على المركز التقني التابع لاتحاد قرى القدم في النيجر وده بيرتعد عن فندق الإقامة حوالي 30 دقيقة الأهلي النهاردة في الاجتماع الفني تم الاتفاني الأهلي يرتدي الزي الأحمر أمام سونيديب وحضر الاجتماع الفني الكابتن سير عبد الحفيظ مدير الكورة والمكلف برئاسة الباسة ووائل محمد إداري الفريق والدكتور عمرو محب مترجم الجهاز الفني وأصفر الاجتماع عن الأهلي يرتدي التشيرت الأحمر والشرط الأبيض والجوارب الأحمر فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر بينما فريق سونيديب بطل النيجر يرتدي القميص والشرط والشراب الأبيض القميص والشرط الأزرق والشراب الأبيض وتم الاتفاق أن الموعد وصول الفريقين إلى ملعب سيني كونتشي قبل المباراة بساعة ونصف وضرورة الالتزام بالجراءات الاحترازية لفيروس كورونا النهاردة فيه محاضرة فيديو للعبين مساء اليوم طبعا في ختام البرنامج اليومي بعد واجبة العشاء يكون فيه محاضرة فنية والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسماني كان شاهد عدد من المباراة خلال الفترة الأخيرة كان فيه اجتماع فيديو كونفرنس عقدوا بيتسو موسماني هنا من القاهرة مع جهازه المعاون بقيادة كيفين جونسون المتواجد حاليا في النيجر وطبعا كلنا عارفين بيتسو موسماني لم يلطحك به البعثة نتيجة إصابته بفيروس كورونا لكن بإذن الله ان شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة يتعافى ويكون موجود مع الفريق قبل مباراة الزمالك نتمنى يا رب بإذن الله بعثة الأهل هتعود للقاهرة بعد انتهاء المباراة غدا بعد المباراة مباشرة الفريقة هتوجه من الملعب إلى المطار مباشرة خاصة الفريقة نسافر في رحلة خاصة واتكون العودة ان شاء الله فجر يوم الخميس طبعا المدير الفني لسونديب أهل مواجهة الأهل مواجهة تاريخية وقال كلام مهم جدا بخصوص النادي الأهل لكن في لقاء مهم جدا أجرازي من فاروق صلاح مرسل قناة النادي الأهل الموجود مع البعثة في النيجر مع أجبة محمد دبشار هو المدير الفني لفريق سونديب بطل النيجر نشوف تصرحات المدير الفني للفريق ونخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند كل التحية لكل مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من نيامي مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق سونديب في مباراة الذهاب لدور الـ 32 لدور أبطال إفريقيا عقب انتهاء الاجتماع الفني الخاص باللقاء يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن محمد دبشار المدير الفني لفريق سونديب كابتن محمد دبراحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي ونقول استعداد طمين على استعداد فريق سونديب لمواجهة فريق النادي الأهلي عارفيني أن هي مباراة صعبة سواء على النادي الأهلي أو على فريق سونديب لكن طمين على الفريق واستعدادكم لمواجهة النادي الأهلي نعم، اليوم على فريق سونديب لمواجهة النادي الأهلي أنت نظر الجميل في التحريق يوجد عمل سواء على المنزل ومن المدرسل من نفس الطمين على فريق سواء لدى لأن الهلي محمد من المعمد السفرية والنت يعتقد أننا استعمال حيث لذلك فلا نحن البعض في الهلي هو م Rio جداً كان لا شعور لنا لا شعور لنا لا تزايد خطوة لأن كل مؤ Collider تتعلمiu أين حيث هناك و اي مكان الهدف قرأ في مواجهة فريق النادي الأهلي هل كان يتجنب هذا الأمر؟ فهو لا تعمل للغاية لك؟ نعم، عندما نرى البلد، نعلم أنه بعد مغادسة، ينتظر على أي شخص مننا. نعتقد أن الأفضل هو أن يجب أن يجب مغادسة من مغادسة لكي نصل إلى مغادسة لعبة مغادسة لعبة مغادسة لكي نستطيع التعامل من نفسنا. هل تحب في المغادسة؟ نعم، أنا جداً مع المغادسة. أنا جداً جداً مع هذه التعامل. من الأول، كنا نعرف أن الأرع أن لنعب فريق مجدشة ونكسبها، نلاعب النادي الأهلي، ويوجد لدينا الحمية ونحن نكسب المجدشة لأنها فرصة نلاعب قدام الأهلي، فسألت هل تتسعيد بها القرع؟ لا، أنت سعيد جداً لأن الأرع أوقعتني مع النادي الأهلي. على الرغم أن فريق سنديب حديث العهد، لكن ندر سريعاً وصل لمنصات التطويج حقا الدوري وحقا الكاس، وبدأ مشاركات الأفريقية وبدأ مشاركات الأفريقية أصعب أم واجهة الإيب؟ وبدأ مشاركات الأفريقية وأصعب بأنه سيجب أن يجب أن يدعون وبدأ العودة ومن الأقل أهم التعليمات التي أقولها للعبين خاصةً أنت تلعب النادي الألي وهو متوج ببطولة أفريقيا وهو البطل الأخير لدور أبطال إفريقي The only thing is our excitement is we make a match. We try our best to have a match against El Haale To help us in our careers And then to help the Nigerian people to have opportunity to see El Haale here The hormone quote is, it is not a match a match for a good match so that you provide the courage to see the players playing here and perform a good match? احنا بنشكره نتمنى له التوفيق بس بعد مباراة الزهاب ومباراة الياب انشاء الله اعزائي مشاهدي ومتابعي شاشة التقناة ندلالي في كل مكان داك اللقانة مع الكوتش محمد بشار صاحب الجنسية الغنية المدير الفني لنادي سوندي بتكلمنا على اللقاء وقدرنا نوصل نتواصل لبعض الأمور الخاصة بفريق سوندي يتبقى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في موراة الزهاب وايضا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في اللقاء الاياب ان شاء الله تبقى بداية خير ان شاء الله وبداية الوصول للنجمة العشيرة بإذن الله لفريق النادي الاهلي اهلا بحضراتكم من جديد وفاقرة ترند الاهلي تريند الأهل نشوف المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا عشان كمان نعرف الاستعدادات الخاصة لمباراة تسوناديب والسوشيال ميديا بتتكلم عليه خلال الساعات الاخيرة نبدأ مع بعض من صفحة تجول مصر الحسابي الرسمي على تويتر كتبوا الأهل يبدأ مشوار العشرة طبعا دور الأبطال الأهل فاز بالنجمة التسعة النهاء الإفريقي أمام الزمالك منذ أيام قليلة وبداية حاملة الدفاع للقب الإفريقي والنجمة العشرة يبدأ من النيجر البطولة السابقة كانت البداية من غينية لكن البطولة إن شاء الله السنادي ستكون البداية من النيجر وإن شاء الله تكون نجمة عشرة لفريق النادي الأهلي على التي شيرت طيب بيتسو موسيماني من خلال صفحته الرسمية والأكاونت الرسمي على تويتر يتكلم على جمهور النادي الأهلي وإزاي بيوجه رسالة إلى الجمهور في جنوب إفريقي بقول لهم نعم رأيت أهدافا أفضل من هدف أفشى خلال العقد الأخير ذلك الهدف كان يعني الكثير لسبعين مليون شخص الدربي تلك المرة كان أكثر خصوصية منذ 1907 تلك الكأس استعصت منذ عهدى أبو تريكا خط ثلاث ناهيات دون الفوز جمهور الأهلي سيخبركم بالكثير رسالة واضحة ومباشرة من بيتسو موسيماني إلى الجمهور في جنوب إفريقيا الجمهور الداعم ليه وبيكلمهم على شعبية وجمهارية النادي الأهلي وإزاي هذه البطولة كانت لها خصوصية بشكل كبير صفحة الأهرام والحساب الرسمي للأهرام على تويتر يتكلموا على أن موسيماني يستعد لمباراة القمة في العزل الصحي طبعا المباراة يوم الاثنين القادم على أستاذ برج العرب هي مباراة نادي الزمالك فموسيماني بالطبع عشان مش موجود مع البعثة في النيجر بيستعد بقى بشكل خاص لمباراة القمة ونتمنى يا رب خلال الساعات القليلة القادمة البي سي آر لبيتسو موسيماني يكون جاهز إن شاء الله لمباراة الزمالك يكون المسحة بتاعته سلبية لكن محتاجين نتطمن على البعثة وأخبار الفريق نطير مباشرة إلى النيجر مع الزميل العزيز فاروق صلاح مرسل قناة النادي الأهل أولا المساء الخير يا فاروق ويبدو كده إن الجو عندك جو حار رغم إن الجو هنا في مصر جو شتوي لابس نصكم والدني عندك هناك مختلفة تماماً على أجواء في مصر في البداية كل التحية لك الزميل العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهل في كل مكان يعني محمد أنا بكلمك في طقس ودرجة الحرارة تتجاوز 36 درجة مقوية طبعاً تعارف ارتفاع درجات الحرارة النيجر بواحدة من الدول اللي بتتميز بارتفاع درجات الحرارة من المقدر إن شاء الله أن درجة الحرارة غداً في توقيت اللقاء هتكون 38 درجة مقوية وبالمناسبة محمد ده طبيعة فصل الشتاء دايماً في النيجر يعني دي الطبيعة المعتادة ودرجات الحرارة المعتادة هنا في النيجر طيب فاروق عايزة أسألك أول حاجة عشان الجمهور محتاج يتطمن في هذه اللحظات مسحة البي سي آر اللي أجرتها البعثة بالأمس والمباراة غداً إن شاء الله هل النتيجة ظهرت ولا لسه لغاية اللحظة دي النتيجة لسه مظهرتش طيب يبدو أن في عطل في الاتصالة عن نرجع تاني لزي مننا فاروق صلاح لكن زي ما بقلتلكم ممكن طبعاً كان في الفاروق يتكلم على فكرة درجة الحرارة درجة حرارة عالية جداً بتتكلمه على 38 درجة مقوية والمشكلة مش في الحرارة العالية المشكلة دائماً في الجواية الإفريقية إيه الرطوبة بتبقى رطوبة كبيرة جداً لكن لسه عندنا تفاصيل أكتر على الاستعدادات والمباراة وأخبار المسحة البي سي آر أخرج إلى فاصل في هذه اللحظات وبعد الفاصل نرجع ونتكلم على استعدادات الأهل ونشوف الجديد بالنسبة للبعثة في النيجر أهلاً بحضراتكم الجديد وطبعاً محتاجين نتطمن على البعثة وأخبار البعثة في النيجر بكراً إن شاء الله أولى المباراة في البطولة الإفريقية حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي لذلك أذهب مباشرةً إلى زميلي العزيز فاروق صلاح مرسل قناة النادي الأهل عشان نتطمن منه على الاستعدادات وأخبار الفريق قبل مباراة الغد فاروق مساء الخير مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد وكل التحية لكم وكل التحية لكل مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلية في كل مكان طيب اتكلمنا على درجة الحرارة وكان اللافعونك طبعاً والبعثة بالكامل درجة حرارة عالية أنتم موجودين في بلد على خط الاستواف الرطوبة والحرارة بتبقى عالية جداً وإن شاء الله بكرة المباراة يعني يكون الجو أفضل من النهاردة لكن عايزة أتكلم معاك على المسحة المسحة البي سي آر البعثة أجرتها بالأمس والمفروض النتيجة الرسمية تكون النهاردة في جديد بالنسبة لهذا الأمر اللجنة الطبية أو مسؤول الاتحاد في النيجر بلغوكوا بالنتائج ولا لسه؟ يعني بالنسبة للمسحة محمد بالفعل زي يعني زي ما أنت قلت أن تم إجراء المسحة بالأمس النهاردة في الاجتماع الفني الخاص باللقاء في حضور المنصق العاملة لللقاء الننجيري بوبا جانا علي والمراقب الطبي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأيضا وجود طاقم التحكيم بالكامل وكما وجود من جانب النادي الآلي الكابتن سيد عبدالحفيز والدكتور عمرو محب والكابتن وايل محمد وأيضا كما وجود محمد بشار المدير الفني للنادي سنودي ببعض إدارية الفريق تم حديث عن هذا الأمر وتم إبلاغ النادي الآلي أن نتائج المسحة الخاصة بفريق النادي الآلي هيتم إعلانها عنها وتسلمها الفريق للنادي الآلي اليوم يعني إن شاء الله عقب المران الأخير للنادي الآلي ده كان آخر أمر أو كل ده ده الأمر المستجد أو الآخر المستجدات هذا الأمر الخاصة بالمسحة هيتم إبلاغ لعب النادي الآلي أو المسؤولي النادي الآلي يعني خلال ساعة أو ساعة ونصف من الآن ده كان يعني الكلام اللي قاله المنصق العام طبقا لحديثه مع المراقب الطبي ويعايز أقربك أكتر من الاجتماع الفني شهد الكثير طبعا من الأمور تمت من خلاله تحديد الزي الرسمي للنادي الآلي زي ما قلنا بالأمس إن النادي الآلي هيرتدي الزي التقليدي الرداء الأحمر في الأبيض في الأحمر وده الزي التقليدي للنادي الآلي بينما فريق سنودي هيرتدي الزي الأزرق في الأزرق في الأبيض ما فيش طبعا تعارض ما بين ألوان الكلة الفريقين بالنسبة لحارس مرمى النادي الآلي هيكون الرداء باللون الأصفر بينما حارس فريق سنودي بيرتدي الزي الرمادي عايز أقولك إن كان فيه تجديد أيضا من مراقب المباراة والحكام لبعض الأمور يا محمد لون الجوانتي والقفاز اللي هيرتديه حارس مرمى النادي الآلي وحارس مرمى سنودي يعني هقولك أيضا نقطة مهمة جدا محمد كان بيسأل على لون التيب اللي يعني أنت عارف التيب اللي بيتلزق للصابات اللاعبين العضلية كان حاكم اللقاء طبقا بيقول يعني الأمور أو تعليمات الاتحاد الأفريقي بيسأل على لون التيب اللي يستخدمه فريق النادي الآلي أو يستخدمه فريق سنودي أيضا طبعا لون القمصان ولون التشارتات عقب نهاية الاجتماع الفني كان لدي حديث مع الكابتن محمد بشار الغاني صاحب الجنسية الغانية محمد بشار للحديث عن اللقاء وستعداده للقاء وقال إنه هو حلم كان بيحلم بين زيانا 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 اللقاء فاروق منذ لحظات وبصراحة كان كلام مميز جدا والرجل كان سعيد بمواجهة الأهلي طبقا طبعا لتصرحاته الحوار الحصر اللي جريته معاه منذ قليل طيب عاز أسألك على الحضور الجماهيري طبعا الاتحاد الافريقي منح السلطات الخاصة لكل دولة هي تحدد حضور الجماهير آه أو لا مباراة بكرة حسب طبعا وباء فيروس كورونا في النيجر ممكن يكون فيه نسبة حضور جماهيري ولا مباراة بدون جمهور المباراة بدون جمهور يا محمد يعني الكامل الأعداد الموجودة في الملعب لا تتجاوز يعني ما بين المية ومية وخمسين فرد من نادي سنوديب ومسؤولي باسة النادي الأهلي وبعض أفراد الجالية المصرية أو العربية اللي هتويرافق فريق النادي الأهلي رئيس النادي كان قال لي بالأمس كان بيتمنى أن اللقاء يكون بحضور جماهيري إن الجميع دايما بينتظر حضور النادي الأهلي قال لي يعني لو كان المباراة بحضور جماهيري قال لي كان من المتوقع امتلاء 35 ألف متفرج بمدرجات استاد سيني كونيشي لأن ده كان حلم كبير جدا ليهم أنهم بيواجهوا النادي الأهلي أكيد فاروق صلاح مرسل لقارات النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل زي المعلومات والإضاحات ونتمنى يا رب تكون البداية غدا بداية مباشرة للفريق في البطولة الإفريقية وحملة الدفاع عن اللقاء بالإفريقية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد وطبعا وقتنا بيجري معاكم بسرعة لكن سريعا هنستعرض مع بعض مشاركات الجمهور على توقعاتكم لتشكيل مباراة الأهلي غدا أمام سنادي خالد بيقول الأهلي هيبدأ بالشناوي معلول أيمن بدر هاني حمدي ديانج أكرم قهربا شريف طاهر وعود نشأت بيقول الشناوي معلول أيمن بنون هاني ديانج حمدي حفتحي قهربا طاهر جيرالدو شريف دي كانت عينة أو بعض الأراء من مشاركات الجماهير على توقعاتهم لتشكيل مباراة الغد طبعا القائمة 21 لعب العدد متاح أوليل جدا بسبب إصابات وغيابات في الصفوف الفريق لكن أتمنى يا رب يكون الاختيارات موفقة في مباراة الغد وبداية البطولة الإفريقية أمام سنادي بطل النيجر بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترين شكرا وإلى اللقاء